أكيد في صعوبات وتحديات في وسط الكل ده يعني أكيد مش الأمور كلها وردي وجميلة ولطيفة أكيد أنت وانت مشى كده في شوية أشواك بتعدي عليها في شوية صعوبات وتحديات المفروض تتعامل معاها أنت والمنظومة اللي بتشتغل معاك عشان تقدروا فعلا تطوروا كرة القدم النسائية هقول لها حدودك حاجة أول مشكلة أو صعوبة بقابلها فعليا حقيقي يعني هي مجهدة بالنسبة لي في كرة القدم النسائية هي عدم تفاعل الأندية الشعبية مع الكرة القدم النسائية صح ومن خلال وجودي مع حضرتك أنا بدعوا تقول الأندية الشعبية أنها يكون عندها فريق كرة القدم النسائية تديهم فرصة إحنا عندنا بنات متميزات محتاجين الفرصة أنهم يظهروا وأنهم يبين مهارتهم ويبين شغلهم في الملعب أكيد البنت زي الولد يعني ما فيش فرق بينها وبينه خصوصا في الرياضة وخصوصا كمان أننا عندنا بنات متميزات فديهم الفرصة دي عارفة دكتورة وأنا كنت بقدم الفقرة دي قلت أنه زمان ثقافتنا خلينا يخلينا وقعيين يعني ثقافتنا كمصريين يقولك أنه البنت ممكن تلعب سباحة ممكن تلعب جنباز ممكن تلعب كراتي في لعب كده البنات بتتجه لها نايمة يقولوا كرة القدم دي بتاعت الولادة بتاعت الرجالة صحيح بس أنت الآن هتلاقي في كل أسرة كل أسرة تقريبا نفسه يطلع بنته لعبة كرة لا والأولاد الأمور قبل البنات نفسهم يبقوا عايزين بنتهم يلعب كرة فدلوقتي حتى الثقافة تغيرت وبالتالي المفروض ثقافة الأندية أو أفكار الأندية تتغير مع هذا التغير في ثقافة المجتمع أقول لحررتك حاجة أنا يعني في حاجة يعني لما استهى وأنا بلف في الفترة يفاتي تفعل الأندية في المحافظات أننا لما رحت بني سويف وأنديت الصعيد لقيت فيه قبال منهم على ممارسة كرة القدم النسائية وأنهم عايزين يبقى عندهم كرة القدم النسائية من أكاديميات من أندية بترعى اللعبة ويعملوا إيه عشان يبدأوا ومسلا ممكن يبقى مثلا فريق قدم رجال وعندهم بنتين تلاتة بيلعبوا معاهم بيمارسوا اللعبة فبيظهروا فيها فحبوا أنهم يعملوا كده فعجبني ده جدا فأنا مش هفقد الأمل وطبعا دايما بنادعم كرة القدم النسائية في جميع محافظات مصر في الشرقية عندنا الولاد نفسهم بيلعبوا كرة القدم كده ألاقف وسطهم بنت عندها المهارة وعندها الحرفية في اللعب فبقى صبرت لها أن هي تبقى موجودة هو فعلا صورة يبدو أولاد حضراتك ديئة ده في سفريتنا مع منتخب تحت 17 لما كنا رايحين نيجيريا فبقول لحضراتك إن إحنا محتاجين إن إحنا ندعم ده وده دور الإعلام برضو طبعا